بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال المبحث السابع تحقيق الوسطية السبل والثمار والآثار لقد حظي الإنسان في ظل الإسلام بتكريم لا مثيل له وتشريف لا نظير له وذلك أن الإنسان مخلوق تجتمع فيه الروح والجسد ولكل منهما طاقات ومتطلبات تأخذ مجتمعة ومتوازنة لم ولن يتم ذلك إلا في ظل الإسلام الحق لذلك أخفقت كل المحاولات البشرية والنظم الأرضية في إسعاد الإنسان بعيدا عن الشريعة الإسلامية فكأنما يحرثون في الماء أو يقاتلون طواحين الهواء والعاقل من تمسك بدينه بعيدا عن الأهواء والأدواء سبل تحقيق الوسطية إن الإسلام جاء ليرفع عن الناس الآصار والأغلال وإن من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج والشريعة الإسلامية جاءت تدعو إلى السماحة واليسر والتوسط في الأمور كلها ولكن كيف نحقق الوسطية التي دعا إليها الدين الإسلامي؟ إن الدين الإسلامي هو دين الوسطية والأمة الإسلامية هي الأمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج قوي من وسط من سار عليه حقق الوسطية التي جاءت بها الشريعة الغرى هذا المنهج يعتمد على أمور أهمها الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام الاستمساك والعصمة في كلام العرب المنع والحفظ واعتصم فلان بالله إذا امتنع به واستعصم أي أبى ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام فاستعصم أي تأبى عليها ولم يجبها إلى ما طلبت والعاصم المانع والحامي والاعتصام الاستمساك بالشيء تقول اعتصم أي تشدد واستمسك بالشيء والاعتصام بالكتاب والسنة الامتثال والتمسك بهما لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب قال الإمام بن كثير رحمه الله في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل بحبل الله أي بعهد الله كما في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد وذمة وقيل يعني القرآن وقد جاءت نصوص كثيرة دالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بما أنزل الله تعالى وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن مشكات النبوة قوله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وإذا كانت الانحرافات ناتجة عن مخالفة الكتاب والسنة فإن علاج هذه الانحرافات يكون بالعودة إلى الكتاب والسنة فإنهما الفرقان بين الحق والباطل وطريق النجاة وسط سبل الغي والضلال لذا عني السلف رحمهم الله بالكتاب والسنة وتمسكوا بهما وتبعهم الأئمة والعلماء فكان من الأصول المتفق عليها أنه لا يقبل من أحد قط قولا يعارض صحيح المنقول لأن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى بدعة وضلالة والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى الصراط المستقيم فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق التمسك بمنهج السلف الصالح رحمهم الله والسلف الصالح يقصد بهم الصحابة الكرام وأئمة الأمة العظام من أعلام القرون الثلاثة الأول والتي هي خير القرون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم أهل السنة المتمسكون بعروتها القائمون على حدود الله يأخذون من كل شيء بقسط لا ميل فيه أشد الناس اتباعا للسنن وأبعدهم عن الهوى والفتن يبغضون أهل الأهواء ويعملون بوحي السماء أئمة الهدى ومصابيح الدجا كانوا على الهدى المستقيم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم فالتزام مذهب السلف فيه تحقيق السلامة من الانحراف ذلك أنه ما من مظهر من مظاهر الغلو إلا وقول السلف ظاهر في إنكاره ومخالفته لذا اشتد قولهم في أهل البدع والأهواء والفرق المنحرفة لأنهم انحرفوا عن صراط الله المستقيم ومنهجه القويم إما إلى غلو أو إلى تقصير لذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها والمعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب عليها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة زايل عن منهج السنة وسبيل الحق فالمسلم إما أن يتبع السلف الصالح فيتمسك بالسنة ويصل إلى مرضاة الله تعالى أو يتبع هواه فيضل الطريق كما ظل أهل الأهواء والبدع فخرجوا عن جماعة المسلمين وصار أمرهم إلى فرق وأحزاب لذا أطلق العلماء لفظ أهل السنة في مقابل أهل البدع وحثوا على التمسك بها واتباع علمائها وفي ذلك يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله اسبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم فإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاضطراد وأنه مقتبى المعقول الصريح والمنقول الصحيح وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك خارجا عن موجب العقل والسمع مخالفا للفطرة العناية بالعلم الشرعي والرجوع إلى العلماء تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قالها موسى عليه السلام للخضر لما سأله رجل من بني إسرائيل هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلي فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر والشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه هو العلم قال تعالى وقل رب زدني علما وفي المقابل لما أراد أي ذم الكافرين نفى عنهم العلم ونسبهم إلى الجهل قال سبحانه ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقال سبحانه قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قال الحسن البصري رحمه الله الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء وموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار فالعلم شرف عظيم بل قد ذهب العلم بالشرف لذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم موطن الحسد فقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها والحسد في الحديث هو الغبطة وهو أن يرجو أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يتمنى زوال تلك النعمة عن أخيه والمقصود بالعلم العلم الشرعي علم الكتاب والسنة الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص فالعبد لو عرف علوم الدنيا من فيزياء وكيميا وهندسة وطب ولم يعرف ربه فكأنما لم يعرف شيئا فالعلم الممدوح في القرآن والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء والوسطية تتحقق بالرجوع إلى العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لأنهما يحملان منهج الوسطية في تعاليمهما ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه السمع والطاعة لأولاة الأمر طاعة أولاة الأمر تعني الانقياد لهم وتنفيذ أوامرهم وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء وقد أمرنا الله تعالى بطاعتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فطاعة أولي الأمر واجبة بعد طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله تعالى فإن أمروا بمعروف كانت الطاعة فريضة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها وإن أمروا بالمنكر فلا تجب طاعتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وقال أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فطاعة ولي الأمر واجبة على المسلم سواء أحب أو كره وهذا ما قاله الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فقوله أن لا ننازع الأمر أهله دليل على منع الخروج على الحاكم الشرعي وهو قول عامة أهل العلم فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هي سنة الرسول التي سنها لنا وأمرنا باتباعها وهي الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع فأهل السنة يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البدع يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لزوم الجماعة إن الجماعة والاجتماع من أعظم صفات المسلمين وأوجب واجبات الإسلام فهي أصل من أصول الدين وهي حبل الله المتين لذا تحقق بها الأسلاف الكرام في ذواتهم ودعوا إليها في مجتمعاتهم ونصوا عليها في مصنفاتهم ففي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية فقال أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وقد اعتمد علماء السلف في القول بوجوب الجماعة على نصوص الكتاب والسنة الدالة على ذلك ومن هذه النصوص قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله قال الإمام بن كثير رحمه الله أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف فالخير كل الخير في لزوم الجماعة حيث لا تجتمع الأمة على ضلالة بل تجتمع على هدي الكتاب والسنة وهما أصل الوسطية ومصدرها التحلي بمكارم الأخلاق حسن الخلق ومحاسن الشيام وفضائل الصفات من أعظم الغايات وأجل المقاصد التي جاء الإسلام من أجل تعزيزها وغرسها في نفوس أتباعه ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى رفع شأن حسن الخلق حين امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم ونوه صلى الله عليه وسلم بقدر الأخلاق ومكارمها حين قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وفي سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقهون؟ قال المتكبرون وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس أعلى المراتبي لقد عمق المثل الفاضلة والأخلاق الحميدة وحث عليها وجعلها صمام أمن وأمان لصاحبها من الانحلال الأخلاقي وحياة الفوضى والعبث والسقوط في مهاو الضلال وجلب التعاسة والشقاء لنفسه وأهله الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله هي قطب الدين الأعظم والوظيفة العظمى للأنبياء والصالحين كل ذلك لما اجتملت عليه من الفضل العظيم والخير العميم والمصالح الكثيرة في العاجلة والآجلة ولما يترتب على تركها من استشراء الباطل وانتشار الفساد وغلبة المعاصي وهيمنتها الجالبة لسخط الله المنذرة بمقت الله وعاجل عقوبته على الأفراد والأمم فلله كم هي فوائدها العظيمة ومصالحها الجسيمة بالدعوة إلى الله تعالى تظهر إشراقات الدين ومحاسنه وتبرز وسقيته في عباداته وشعائره والدعوة إلى الله تعالى من أهم سبل تحقيق الوسطية وذلك ببيان محاسن الدين ونشر فضائله وسماحته والتواصي بالحق والصبر والنصح بالتقوى والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل الرسل عليهم السلام مع أقوامهم وكذلك من خلال أسلوب الداعي وأخلاقه ومعاملته فالداعي إلى الله تعالى يحتاج إلى لين الأقوال وسحر البيان وعذب الكلام وأن يجعل موعظته مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه وعد ووعيد ومواعظ كثيرة ونبأ الأولين والآخرين وهو بهذا يتأسى بإمام المرسلين وسيد الداعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد طبع على رائق الكلام وبديع اللفظ والنظام بنثر محكم السبك بديع النسج تنهال المعاني على فؤاده انهيالا وتنثال المفردات على لسانه انثيالا دون تكلف أو تعسف فحديثه عذب مصفى وشهد موفى لا نذر ولا هذر كان صلى الله عليه وسلم حلو المنطق عذب اللسان طلق الجنان رائع البيان كيف لا وهو القائل إن من البيان لسحرا فالكلام الحسن تطرب له الآذان وتميل له الأنفس وتهتز له الأبدان فيسري في النفوس عذبا رقراقا فيعمل في الأرواح عمل السحر ولكنه السحر الحلال الذي يبلغ بصاحبه عظيم الآمال لذا ينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى الأصل وإلى غريزة مركوزة في نفس كل إنسان وفيها النجاة للداعي والمدعو وذلك لحديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فلابد في الأمة من علماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير داع إلى الله ومنفذ لأمر الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثمار تحقيق الوسطية وآثارها الآثار جمع أثر والأثر ما بقي من رسم الشيء وخرج في أثره وعلى أثره أي بعده وفي الحال والأثر النتيجة والحاصل من الشيء وأثر فيه أي ترك فيه أثرا وآثره اختاره وفضل واستأثر بالشيء استبد به وخص به نفسه والأثارة البقية من العلم وهي الأثارة والمأثرة والمأثور أي المكرمة ومآثر العرب فضائلها ومكارمها وآثار تحقيق الوسطية لا تعد ولا تحصى وكلها آثار طيبة ينعم بها الفرد والمجتمع ويسعد بها الجميع في الدارين في الدنيا والآخرة ولكننا نذكر أهمها فيما يلي رضى الله تبارك وتعالى وهذا منتهى آمال الموحدين وغاية مقصود العارفين أن يرضى عنهم رب العالمين فرضى الله تعالى هو منتهى آمال الموحدين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان بخلاف المنافقين فإنهم يرضون الناس في سخط الله يقول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إن رضى الله تبارك وتعالى من أعظم ثمار تحقيق الوسطية بل هو أعظمها على الإطلاق لأن الوسطية لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والعمل بكتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة والتمسك بالجماعة وطاعة أولاة الأمر والبعد عن التفرق وتجنب أسبابه من اتباع الهوى والتعصب والغلو والتمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان من الأئمة والعلماء الربانيين في الاتباع والبعد عن الابتداء والبعد عن الأفكار الضالة التي تعتمد على العقل دون دليل شرعي من الكتاب والسنة والأخذ على أيدي المنحرفين والأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والبعد عنه هكذا تتحقق الوسطية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية وسطية يرضاها الله تعالى ويرضى بها عنا رضا يدخلنا به جنته ويحل علينا به رضوانه ويجنبنا به غضبه وسخطه آمين تحقيق العبودية بالوسطية الحقة يُعبد الله تبارك وتعالى العبودية الحقة التي لا يتخللها غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط عندما تسود الوسطية في المجتمعات يجد الناس لذة العبادة في الصيام والقيام والركوع والسجود كما يجدونها في زيارة المرضى وصلة الرحم والإحسان إلى الفقراء وخدمة المجتمع وحسن الخلق وقضاء حوائج الناس وإتقان العمل ومراقبة الخالق وإيتاء الحقوق وبر الوالدين وكفالة اليتيم وذوي الاحتياجات تحقيق الأمن والاستقرار للأمة تحقيق الأمن مقصد شرعي من مقاصد الشريعة الإسلامية حيث جاءت الشريعة بحفظ النفس والمال والعرض والدين والعقل وهذا الحفظ لا يتحقق بدون أمن واستقرار كما أن تحقيق الأمن مطلب ثطري وحاجة إنسانية ملحة لا تستقيم الحياة بدونها وهو سبب رئيس في تقدم الأمم ورفعتها وإن انعدم أو قل سيطر على النفوس الهلع والفزع والخوف وساءت المصالح وانحصرت الهمم بدفع الخوف وتأمين النفس والبحث عن استقرارها والإسلام دين الرحمة والأمن والأمان حيث أولاه عناية خاصة وأهمية بالغة وعده مطلبا شرعيا وقاعدة أساسية لا يستغني عنها الفرد أو المجتمع وقد تمثل ذلك في كثير من الآيات والأحاديث منها قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فالأمن والأمان ثمرة تحقيق الوسطية في المجتمع والوسطية ثمرة الإيمان وتطبيق شرع الله تعالى والتمسك بأوامره والبعد عن نواهيه تحقيق سيادة الأمة وريادتها إن من أهم ثمار تحقيق الوسطية عودة الأمة الإسلامية لما كانها القيادي ودورها الريادي بين الأمم لأن تحقيق الوسطية يعني تحقيق الأفضلية والخيرية ولقد كانت أمة الإسلام قائدة الأمم لما كانت الوسطية منهجا عمليا في حياة أبنائها فكانت لها الصدارة قرونا عديدة وأزمنة مديدة وأقامت حضارة لم يعرف لها التاريخ مثيلا ولا تزال معالمها قائمة في كثير من البقاع من مختلف البلاد والأسقاع ولما تخلت عن الوسطية والاعتدال ساد الظلام أرجاءها وعما التخلف أنحاءها اكتنف المسلمين سقوط لا يزالون يعانون أثره من الاستضعاف والتخلف والجنوح عن ركب الحضارة والاطلاع بالدور الأشم في قيادة هذا الركب ولن يعود للأمة تليد مجدها ورائع عزها إلا بالعودة إلى الوسطية مبنا ومعنى قولا وعملا عبادة وخلقا فبالوسطية تتحقق للأمة الإسلامية السيادة والقيادة والسؤدد والمجد الرفيع قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال جل شأنه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين تحقيق السلام والأمن العالميين الأمن والسلام نعمتان من أكبر نعم الله على عباده ومن محاسن هذه الشريعة الغراء أنها جاءت بحفظ الأمن وتحقيق السلام للأفراد والمجتمعات فالأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بهذه الشريعة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن كلمة الأمن تشترك في أصلها اللغوي مع كلمة الإيمان فالأمن والإيمان والمؤمنون كلمات تدل على معنى الراحة والسكينة وتوفر السعادة والاستقرار وهذه المعاني هي نفسها أو قريبا منها ما تحمله كلمة السلام كل هذه المعاني تتحقق بتفعيل الوسطية مفهوما ومنهجا فالوسطية هي تمام البعد عن الإرهاب والتطرف والوسطية هي التمسك بأحكام الشريعة وتشريعاتها وهي تحقيق الإيمان الذي يعني الأمن والسلام والراحة والسكينة فأمة الإسلام أمة الوفاء والصدر أمة العهد والميثاق أمة الأمن والأمانة وهذه من أبرز صفات الوسطية في الإسلام قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تبارك اسمه الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فمن عامل أمة الإسلام بصدق ووفاء لم يجد منها إلا البر والوفاء والإخاء انتشار الإسلام وظهور جمالياته وإشراقاته الإسلام دين الفطرة ولا يحتاج غير المسلم كثير عناء لإقناعه بالإسلام بل إن أخلاق المسلمين في كثير من الأحيان تكون خير دعوة للإسلام وفي التاريخ على هذا دلائل وشواهد الإسلام لم يدخل بلاد الهند إلا عن طريق حسن معاملة المسلمين لغيرهم في تجاراتهم ولما رآه الهنود من صدق المسلمين وأمانتهم ووفائهم بالعهود وما اجتملت عليه أخلاقهم من مكارم ومآثر فالتحلي بمكارم الأخلاق والتمسك بأحكام الشريعة الغراء وتحقيق الوسطية قولا وعملا تكون أبلغ من كثير من الخطب الرنانة والكلمات المؤثرة في الدعوة إلى دين الإسلام وإبراز محاسن الدين وإظهار عظيم شمائله وبديع أحكامه ورائع تشريعاته وروائق إشراقاته التي طالما أسرت كل من يطالعها كما قال عز وجل إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن إبراز الإسلام بصورته الوضاءة المشرقة من أعظم وأكبر أسباب قبول الناس له ودخولهم فيه أفواجا ومن أعظم الأسباب المعينة على ذلك إظهار ما تميز به ديننا العظيم من وسطية واعتدال في جميع جوانب الحياة الدينية والدنيوية قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فيكفي الناس دعوة وإقناعا أن يقفوا على الصورة المشرقة الرقراقة لهذا الدين كما أراده الله تبارك وتعالى